إلى السيد هيثم حمدين عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكين الثوريين من القاهرة أستاذ هيثم مساء الخير نود أن نسأل كيف تنظر الحركات السياسية أو ما تبقى منها في مصر إلى الأحكام الصادرة سواء بحق الأولتراس أو بحق 6 أبريل وغيرها من الحركات السياسية مساء الخير يا فندم مساء الخير للسيدة المشاهدين في موضوع وضع الحركات السياسية وعضاءها على القوائم الإرهابية خلينا بس نركز على كذا نوضع نوضع الأولانية أنه صدر كرارات من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة تنفيذية بتصنيف وضع عدد من الأفراد أو الكينات في خانة الإرهاب كان من ضمنها القوائم اللي صدرت وقتضمنت أسماء من الإخوان المسلمين ومن 6 أبريل ومن الشراكين الثوريين كان من ضمنها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد كده النقطة التانية صدر قانون الكينات الإرهابية بمعنى ما أنه القرار متخذ مسبقاً من السلطة السياسية من السلطة التنفيذية بعيداً عن أي شكل قانوني بعيداً عن أي شكل دستوري وبالتالي هو قرار سياسي بامتياز لا علاقة له به القانون أو التحقيق العدالة دي النقطة الأولمية النقطة التانية بالنسبة لي قانون الكينات الإرهابية نفسه اللي بدأ تطبيقه عن طريق المحاكم في الفترة الأخيرة وبمجابه تم الحكم على جماعة الإخوان المسلمين ومن 6 أبريل وشباب من الأولتراس هذا القانون اللي بيعرف في المادة الأولى منه الكيان الإرهابي مادة كاملة تتجاوز مع عشرة أسطر المادة دي تخلو من كلمة عنف أو قوة أو استخدام سلاح لكن ومرض فيها أن الأعمال التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو تعطيل المؤسسات أو تعطيل المرور أو تعطيل المرافق كل هذه الأمور حتى لو افترض ما حق الدولة في اتخاذ إجراءات كاملية ضدها هي لتنطبق على الإطلاق تحت بند أو باب الإرهاب وهي جرائم موجودة في قانون العقوبات المصري بعيدا عن فكرة الإرهاب لكن هو المقصود أنه قامع الحركة الاحتجائية الموجودة في الشارع تحت غطاء ما يسمى بالحرب على الإرهاب وهي حرب على ثورة يناير ولكن هم عايزين يدوها المشروعية بفكرة الحرب على الإرهاب وحماية وصيانة الدولة وكذا طيب وبالتالي هذه المادة التي تحدثت عنها سيد هيثم تمس حتى من يضرب البيئة وإلى أشياء أخرى متعلقة بحياة المواطن اليومية بالتالي هل تشعرون في حركة الاشتراكيين الثوريين أنكم يوما ما ستكونون أو أنتم فعلا مشروع إرهابيين حسب هذا القانون المصري هي طبعا من المادة بتخاطب أو يعني بتنطبق على كل المواطنين المصريين اللي هيعلوا لهم صوت لمعارضة في مواجهة هذه السلطة مبتداء من العمال والحركة الاجتماعية الحركات الشبابية والثورية الحركة الطلابية كل الفئات كل اللي هيحتاج على السلطة السياسية الموجودة حاليا هيوضع في خانة الإرهاب السلطة عايزة المواطنين المواطنين الشرفاء اللي بيتطبلوا ويزمروا للسلطة الموطة التانية احنا بالفعل صدر ضدنا قرار بوضعنا على قوائم الإرهاب عدد من 2 من الاشتراكين السوريين و2 من 6 إبريل قبل صدور أحكام من القضاء وقبل صدور قانون الكينات الإرهابية فاحنا بنعارض هذا القانون وبنعارض كل ما يصدر عنه من قرارات سواء كانت قرارات إدارية أو قضائية رفضنا قرار إيس مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة الإرهابية باعتباره قرار سلطة تنفيذية والآن المحاكم اللي بتشتغل نراين هي محاكم ملاكي حسب قرار السلطة السياسية زي مثلا القرار محكمة الأمور المستعجدة بوضع حركة حماس كجماعة الإرهابية وبعدين بسبب تغير في الوضع السياسي تراجع الحكومة مرة أخرى لكن على المستوى الداخلي فيه اتجاه بأمر مباشر للمحاكم بوضع كل هذه الكائنات في سلط الإرهاب ترجمة نانسي قنقر